السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ تمنى تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم من الصالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الرائعين والمبدعين في الصف الأول تأهيلي فأهلا وسهلا بكم أبناءنا وبناتنا معنا في درسنا في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا هو السلامة على الانترنت أخلاقيات التواصل عبر الانترنت كن حذرا في البداية أبنائي وبناتي نتذكر أنا وأنتم أوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية والتعليمات التي يجب علينا اتباعها عند مشاهدة قنوات عين التعليمية أولا أبنائي وبناتي علي أن أختار مكان مناسب للتعلم وكن خالي من الضجيج حتى أستفيد من الدرس الذي سأشاهده كذلك أبنائي وبناتي تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو معنا عبر قنوات عين التعليمية بعد ذلك أبنائي وبناتي أستعد وذلك بتجهيز كتاب المدرسي أدوات التي أحتاجها جميع ما يلزمني قبل بداية الدرس أعمل على تجهيزه وإعداده حتى لا أضطر إلى توقيف الدرس مرات عدة بعد ذلك أبنائي وبناتي أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا إذن أبنائي وبناتي قبل أن أبدأ درسي اسمحوا لي أن وجه رسالة إلى أولياء أموركم أطلب منهم متابعتكم أثناء فترة البيت تقديم التوجيه والإرشاد لكم وتشجيعكم على تطوير مهاراتكم الرقمية درسي السلامة على الأنترنت أخلاقيات التواصل عبر الأنترنت كن حذرا الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على أخلاقيات التواصل عبر الأنترنت أهداف التدريسية أولا أن يذكر الطالب والطالبة ما هي أخلاق المسلم ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة طرق التواصل في العصر الحديث ثالثا أن يعدد الطالب والطالبة أخلاقيات استخدام الانترنت رابعا أن يذكر الطالب والطالبة أخلاقيات التواصل مع الآخرين عبر الانترنت خامسا أن يذكر الطالب والطالبة التصرف الصحيح إذا قام شخص غريب بتهديده على الانترنت إذن أبنائي وبناتي الانترنت أصبح وسيلة اتصال مع الآخرين أنا ممكن أن أتحدث مع الآخرين صوت والصورة وكذلك عبر الرسائل كذلك أبنائي وبناتي ممكن أشاركهم معلومات ممكن أن أقدم رأيي في مواد طريحات لذلك أصبحت وسائل التواصل الحديث من وسائل التواصل الحديث ماذا؟ الأنترنت لذلك ممكن أنا أستخدم أي وسيلة كانت ممكن أقوم بتسجيل صوتي أو أقوم بإرسال رسالة نصية أي وسيلة من هذه الوسائل تعد من وسائل التواصل عبر الأنترنت لما أنا أستخدم الأنترنت وأدخل مواقع وأحب أشارك تأكد دائماً أن يتشارك الآخرين لا يؤذي الآخرين أنه دائماً يكون لا يتسبب في أذاء الآخرين ويكون مناسباً بحيث أنه لا يؤذي أحداً أبنائي وبناتي أيضاً التواصل مع أشخاص غير موثوقين يعد أمراً خطيراً تخيل أنت تواصل مع شخص ممكن هذا الشخص حرامي ممكن هذا الشخص مثلاً مبتز إذن أكون ماذا أبنائي وبناتي حريصاً من البداية وحتى لا أعرض نفسي للخطر لا أتواصل مع أي شخص كان غير موثوق إذن أنا من البداية ألتزم بتعليمات السلامة وأخلاقيات استخدام الأنترنت ولا أتواصل مع أي شخص كان أبنائي وبناتي غير موثوق بعد ذلك أحب أن أؤكد عليكم أنه عندما تتحدث إلى أشخاص أنه إلى أشخاص عبر الأنترنت تجنب الحديث مع الغربة يعني ممكن كيف أنا أقول نتجنب الحديث مع الغربة طيب إحنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي غالباً نطرح أفكارنا وكذا الشخص غريب يطرح فكرة المقصد أبنائي وبناتي هو تبادل الأحاديث الخاصة معلوماتكم بياناتكم أموركم الخاصة بكم لا تعتقدين أو لا تعتقد أنه إذا تواصلت مع شخص غريب أنه الموضوع رح ينتهي وخلص شخص غريب ممكن يرجع مرة ثانية يسمع ممكن يبحث عن مكانك ممكن يسألك إجمع معلومات عنك لحد ما تتكون له الصورة لذلك تجنب الحديث مع الغربة عبر الأنترنت كذلك لا تشارك بياناتك الشخصية أو موقع منزلك مع أحد لا تعرفه بياناتك الشخصية سواء حساباتك البنكية أو حتى الأرقام السرية الخاصة بك أرقام السرية الخاصة بالحسابات التي لديك كذلك أبنائي وبناتي سجلك المدني أكون حذرة من البداية ما أصور هويتي الشخصية لأحد ما أصور مثلا أغراضي الشخصية لأي أحد كان أبنائي وبناتي كذلك لا أعرض صور أفراد أسرتي دون إذنهم لا أقوم بتصوير منزلي أو أرسل موقع إذن ما تشارك بياناتك أو موقع منزلك مع أحد لا تعرفه بعد ذلك إذا تعرفت للتهديد لا سمح الله أخبر أحد أفراد أسرتك البالغين بذلك يعني إذا أتاك تهديد والله شخص مثلا أهددك طلب منك والله يا تعطيني مثلا الحسابات الخاصة بأصدقائك حتى أقوم بالحصول عليها أو إلا مثلا سأقوم بمسح حسابك نهائيا تبغاني أرجح حسابك مثلا في هذه اللعبة أنا مستعد ولكن بشرط أعطيني حسابات أشخاص آخرين إذن هذا الشخص ماذا يفعل؟ يقوم بالتهديد والضغط عليك ما الحل معهم؟ طورا أخبر أحد أفراد أسرتك المرة هذه ممكن يطلب حسابات أفراد أصدقائك المرة الجاية ممكن أفراد أسرتك اللي بعدها ممكن يطلب مبالغ مالية إذن هؤلاء الأشخاص الذين يجعلون حياتك وأمورك وبياناتك الشخصية السلعة من البداية احذر منهم طيب كيف نعرفهم؟ لا تسلم رقبتك لأي أحد لا تعطي بياناتك الشخصية ولا موقع منزلك لأي أحد كان عندي قصة قصيرة سأخبركم عن قصة اليوم قصة اليوم فيها عضو عبرة أيضا سنستمع إليها حتى لا نقع في مثل هذه المشكلة جلس حسام وفواز يقومون بالتعليقات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت ويضحكون ويقومون بإدراج تعليقات وألفاظ غير جيدة من باب السخرية وهكذا أصبح يرسلان الرسائل بعد ذلك افترق الصديقان وذهب كل منهم إلى منزله وأثناء جلوس فواز مدة من الوقت وإذا به تحضره ماذا؟ أحسنتم وصلت إليه رسالة نصية على هاتفه نظر فواز إلى هذه الرسالة وإذا به تصله من شخص ما؟ من هذا الشخص؟ إنها جهان من جهات الأمنية في الدولة تطلب حضور فواز فورا إليها خاف فواز كثيرا وكان مذعورا ذهب إلى والدي وأخبره بذلك والدي لقد أتتني رسالة مطلوب فيها أن أتوجه إلى أقرب مركز شرطة حالا قال له ماذا فعلت يا بني؟ ما هو هذا الأمر الذي يتطلب أن تذهب إلى مركز الشرطة؟ أنا لا أعلم ولكني خائف يا أبي أنا لم أفعل شيء ذهب الأب وفواز إلى مركز الشرطة باعتقادكم ماذا أخبرهم؟ سأخبركم ماذا أخبرهم الشرطي قال شرطي لأبو فواز ابنك هداه الله لقد استخدم ألفاظا غير جيدة لأشخص عبر الإنترنت وهذا الشخص قام بتوجيه تهمة إليه ورفع شكوى ضده هنا صعق أبو فواز وقال كيف ذلك؟ قال لدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك ولكن الأهم هو أن ما هو ماذا فعل فواز فواز تخدم ألفاظا غير جيدة غير مناسبة إذن هذه الألفاظ تدل على تقليل من حجم الشطرف الآخر وتصغيره لذا توجه فورا بتقديم شكوى ضد صديق ابنك فواز هنا الآب تضايق جدا لذلك أبنائي وبناتي نتعلم أن لا تستخدم ألفاظا غير جيدة أثناء التواصل عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ابتعدوا عن استخدام ألفاظا غير جيدة ولكن حتى لو كانت مجرد للمزاح حتى لو كان الأشخاص هدولين ما يعرفون من أنتي أو أين تسكنين أو ما هو مكانك لا يعجز شيء أجهزة الدولة يمكنهم الوصول إليك في أي وقت كان لاحظنا أنهم استطاعوا كيف الوصول إلى صديقنا من خلال رقم هاتفه كذلك أبنائي وبناتي نشركم لأشياء غير مناسبة ألفاظ غير جيدة يعرضكم لماذا أحسنتم لمساءلة القانونية وبالتالي سيتم استدعائكم من مركز الشرطة حتى يتم التحقق من ذلك كن حذرة وحمي نفسي أبنائي وبناتي ولا أقوم بماذا ممتاز أبنائي وبناتي لا أقوم باستخدام ألفاظ غير جيدة لا أقول أنه لا يشاهدوني أو لا يستطيعون الوصول إلي لا أنا محاسبة عند استخدامي للأنترنت لذلك وصيتي لكم حتى تكونون آمنين عند استخدام الأنترنت أبنائي وبناتي ماذا عليكم؟ ممتاز إذن عليكم ماذا؟ أحسنتم أبنائي وبناتي عدم استخدامي ألفاظ غير جيدة فمن أخلاق المسلم أن يستخدم القول بالحسنة والكلام الطيب إذن هكذا نحن نشأنا نحافظ على نشأتنا حتى عند استخدامنا في الأنترنت استودعكم الله أبنائي وبناتي معلمتكم منال صالح الغريب